وعاجل إقرأ الحادثة إمتى دخلت عالم الجريمة وإيه اللي خلاكي تقررينك تبتدي تخوضي في عالم الجريمة هو أنا طبعا كنت مكررة أن أنا أكتب رواية وكنت خلاص أنه هو ده مشروعي الجديد اللي أنا المفروض أكمل فيه وأبدأه بحيث أنه هو يكون موجود قبل معرض الكتاب أو في سيزون معرض الكتاب بعد كده حسيت لا أنا جوايا حاجة يعني حاجة تانية أنا عايزة أطلعها خصوصا أن بقايا جيلت ثانيات أنا كنت كاتبة زي استطلاع في آخر المجموع عني اللي يعجبه قصة يقولي هي أيه حل فلاقيت الناس مشدودة للليل مع فاطيمة وفيلة 106 لأن هي أكثر دراما والحوار فيها ممزوج بالعامية وبالفصحة أحيانا وأنا بكمل الرواية بتاعتي وبكتبها هو أوكي خلاص هو المشروع اللي أنا هبدأه لقيت أن أنا لأ ميالة أن أنا أخش علام الجريمة ليه بقى؟ لأن وانا بمشي أو بخرج حاسة أن في حاجة جوايا حاسة أن أنا شايفة البيوت القديمة بتأثر على الخيال بتاعي لأ في حاجة ممكن تكون هنا أنا شايفة حاجة هنا بالمصادفة كمان أن في أبحاث كتير أنا بعملها من الشرط أن يكون في عمل أو حاجة لأ ممكن أكون أنا بحضر بحصل حاجة ممكن أستفيد منها بعدين فلاقيت عندي كمية أبحاث هائلة في عالم الجريمة فقلت لأ أنا ممكن أشتغل من هنا أوكي وجات لك الفكرة من هنا أو ابتدى الخط من هنا وجاء لي فكرة أن أنا أكتب فيما يخص عالم الجريمة لأن الدوافع بتخليكي تبني على الواقع خيال وتشوفي حاجات تانية بلاصة كمان أنت عايزة تعرفي نفسية القاتل ده هو بيفكر ازاي هو بيفكر هو بيفكر